التلفزيون العربي خلدون البردنوكي الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد خلدون مرحبا وأهلا بك معنا في التلفزيون العربي دعنا نبدأ مما توعد به الحرس الثوري الإيراني برد سيكون قاسي وشديد بالطريقة الملائمة لكن ما يلفت الانتباه أنه أكد أن هذا العمل خططت له إسرائيل ودعمته الولايات المتحدة التي نفت أي علم لها بهذه العملية نعم بالنسبة لإيران الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل شراكة استراتيجية ونحن نلاحظ أن الولايات المتحدة هي التي تبادر إلى بناء شبكة دفاعية في ظل الوضع الحالي وتكرر ما فعلته في الرابع عشر من أبريل شبكة دفاعية جوية اعترضت معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل هذا فضلا عن الدعم العسكري والدعم السياسي الدائم من الولايات المتحدة لإسرائيل والعقوبات التي تفرض من قبل الولايات المتحدة على إيران كل هذه الأمور تجعل إيران تتخذ مثل هذا الموقف رغم تنصل الولايات المتحدة مما حدث في إيران من عملية تغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لذلك طبيعي أن نجد مثل هذا الموقف تجاه من قبل إيران تجاه الولايات المتحدة نعم بالحديث عن المكالمة التي وصفت بالصعبة بين بايدن ونتنياهو سربت بعض الأخبار التي تقول بأن نتنياهو قال لبايدن بأن ردنا وعملياتنا التي نقوم بها إن كانت في قطاع غزة أو بالاغتيالات في لبنان وإيران هي شأن داخلي نحن لا نتدخل بشؤونكم أنتم لا تتدخلون بشؤوننا كيف نفسر ذلك وكيف سينعكس على مسار الرد الإيراني ورد حزب الله على إسرائيل وأيضا رد إسرائيل عليهما يعني التوتر بين الإدارة الأمريكية وحكومة بن يمين نتنياهو لن يؤثر على سلوك الولايات المتحدة تجاه إسرائيل يعني تقريبا هما ملفان منفصلان الولايات المتحدة دائم دائم واستراتيجي لإسرائيل وتشهد بين الحين والآخر توترات بين هذه الإدارة والحكومة الإسرائيلية لكن ذلك لا يغير الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه تل أبيب نتنياهو يصعد ربما ضد إدارة بايدن لأن الضغوط تتصعد عليه من كل جانب لذهاب إلى صفقة قد تنزع فتيل التوتر الحالي والتصعيد الحالي في المنطقة كلها لكن نتنياهو يرفض ذلك هو لم يشهد فقط صداما مع الإدارة الأمريكية ومع بايدن شهد جلسة صاخبة جدا مع قادة الأجهزة الأمنية والوفد المفاوض من أجل الصفقة لإنهاء الوضع الصدام يعني وصف بليلة تبادل الصراخات بين بن يمين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية الذين قالوا له بشكل صريح إن كنت لا تريد الصفقة فأبلغنا بذلك بشكل مباشر بمعنى أن لا يتركهم يذهبوا إلى مفاوضات غير لن تصل إلى نتيجة طالما أن موفد بن يمين نتنياهو لكنهم ذهبوا سيد خلدون حتى أن الوفد المفاوض الذي توجه إلى القاهرة كان على خلاف مع نتنياهو وقال له بأنك لا تريد إبران صفقة أيضا بالإضافة إلى الخلافات كما ذكرت بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية لكن هذه الخلافات لم تغير شيء من الواقع صحيح هي لم تغير من واقع أن نتنياهو لا يريد صفقة لذلك ذهب الوفد وعاد من القاهرة دون التوصل إلى شيء والسبب هو الخلاف مع بن يمين نتنياهو الذي لا يريد أن يتوصل إلى صفقة في تقدير بعض الإسرائيليين لو يحصل كافتراض استسلام في قطاع غزة لشروط بن يمين نتنياهو كلها لن يقبل بذلك وسيذهب سيستمر في الحرب بقطاع غزة لأن القضية لا تتعلق بشأن سياسي هو شأن شخصي لبن يمين نتنياهو يرتبط فيه مصير السياسي والشخصي بانتهاء الحرب في قطاع غزة وهذا بات راسخا في ذهن معظم الإسرائيليين خاصة عائلات الأسرة وخاصة الذين هم على تماث وتواصل مباشر مع بن يمين نتنياهو بهذا الشأن وأقصد الوفد الإسرائيلي المفاوض وقادت الأجهزة الأمنية ككل علما أن الوفد الإسرائيلي المفاوض يضم رئيسي الشباك والموساد ومفاوض الجيش في ملف المفقودين والأسرة نتسان ألون كل هؤلاء يدركون من تجربتهم وتكرار التجربة أن نتنياهو هو المعرق الرئيسي والمعوق الرئيسي لإمكانية التوصل للصفقة كيف يمكن لهم أن يقفوا بوجهه طالما أنهم أدركوا هذه الحقيقة حتى ربما مطالبات عائلات الأسرة الإسرائيليين ومن شهد مؤتمرهم الصحفي يوم أمس خلال تظاهراتهم بضرورة أن يخرجوا بكل صراحة وعلنا لوسائل الإعلام الإسرائيلية ويخاطبوا المجتمع الإسرائيلي وربما المجتمع الدولي بتحميل بن يمين نتنياهو المسؤولية ربما لتعزيز الضغط عليه ولتوجيه الاتهام المباشر إليه من قبل كافة الأطراف بأنه هو المعاوق الولايات المتحدة حتى الآن لم تتهم بن يمين نتنياهو بهذا وتحاول كما يبدو مجمالته من أجل التوصل إلى الصفقة لكنها لم تصل إلى هذه النقطة بعد سيد خالدون دعنا نكون أكثر واقعيين وحضرتك الخبير بالشؤون الإسرائيلية كلنا يعلم بأن حتى من يعارض نتنياهو لا يعارض سياسة الاغتيالات لا يعارض سياسة التصعيد العسكري وارتكاب المجازر اليومية في قطاع غزة هم يريدون فقط استعادة الأسرة ومن ثم استعادة الحرب يعني هذه حقيقة يتفق عليها كل الإسرائيليون على كل مستويات تتحدث عن الشعبية والسياسية والأمنية أيضا أليس كذلك؟ ربما ليس بالضبط يعني بعد اليوم الأول لعملية الاغتيال ذهبت كما يقال ذهبت السكرة وجاءت الفكرة بدأ الإسرائيليون يدركون الثمن الذي قد يترتب على عمليات الاغتيال وهي حرب ربما تحول المنطقة كلها إلى ساحة حرب إقليمية فبدأت تظهر الانتقادات الشديدة هم يقولون بأن من وجهة نظرهم إسماعيل هنية يستحق ما حدث له والمسؤول أو الرجل الثاني في حزب الله يستحق ما حدث له لكن يجب أن نفكر أيضا بتبعات أو عواقب مثل هذه العمليات في هذا التوقيت بالضبط لذلك نجد أن في بعض الاستوديوهات التحليلية بعض الشخصيات الإسرائيلية من يقول ويذكر حتى بعمليات سابقة من بينهم مثلا أبرز الصحفين الإسرائيليين ربيبي دروكر الذي قال فرحت في الساعات الأولى ثم تذكرت ماذا حدث في إسرائيل بعد دغتيال يحيى عياش في أواخر التسعينيات عندما قتل العشرات من الإسرائيليين لاحقا وقال يبدو أننا نذهب بهذا الاتجاه عندما تقع الفأس في الرأس كما يقال ويأتي الرد ربما يدرك الإسرائيليون بالخطأ الذي ارتكبته حكومتهم بعمليات الاغتيال لهذا نعم هناك إجماع على عمليات الاغتيال ولكن التوقيت والتبعات هي التي تغير الفكرة من منظور الإسرائيليين ونلمس ذلك بتصاعد الانتقادات لهذه العمليات في هذا التوقيت بالذات شكرا لك خالدون البلغوثي الخبير في الشؤون الإسرائيلية حدثتنا من رمضة التلفزيون العربي